أستاذ حامد دايماً بيبقى فيه تساؤل عند بعض الجماهير وهم مش أهلوية في الحقيقة لكن جماهير الأندية الأخرى ما قولت الأهلي نادي المبادئ والقيم إزاي تم ترسيخ المبادئ والقيم داخل النادي الأهلي وإزاي تم تأسيسها أو مش تأسيسها تعويض جمهور نادي الأهلي وأعضاء جمهور نادي الأهلي على جزئية المبادئ والقيم أنا ذات يوم تسألت نفس السؤال كيف أصبح الأهلي هو هذا المكان الأقرب إلى النموذج الأعلى في الأخلاق في داخله في تعامل حتى أعضاؤه مع بعض في تعامل أعضاؤه في تعامل المسؤولين فيه مع بعض إزاي الكلام ده جاه إلى أنه في يوم وقع بين يدي أول لائحة لتنظيم العمل في النادي الأهلي وجدت أن عضو النادي الأهلي لا يجوز محاسبته أو مساءلته أو عقابه إلا بشروط معينة أولها أن يسيء التعامل مع العاملين إذا أنت تؤسس للأخلاق إذا كنت سأحاسب العضو بتاع النادي عندما يسيء التعامل مع أحد العاملين أو الموظفين في النادي الأهلي فما بلنا لو أساء التعامل مع عضو آخر بس دي كانت نمرة واحد وبعدها بقى إساءة التعامل بين الأعضاء وهكذا فالجملة دي فهمتني إحنا ماشيين إزاي أنا عايز أسأل كنتو وعايز أسأل أعضاء النادي الأهلي هل سبق لهم أن شاهدوا خناءة بين اتنين في النادي الأهلي دون أن تعلق على لوحة الإعلانات قرارات قرار بالضبط فيها فدي نقطة مهمة جدا 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 ده هو الأساس اللي تبنى عليه أنا عمال أقول الأساس اللي تبنى عليه إحنا كان الأهلي مجرب المبنى الاجتماعي وفي ملعب كده الناس سلعب فيه النهار ده النادي الأهلي ما شاء الله في أربع مقار وإن شاء الله في يونيو سيكون افتتاح المرحلة الأولى من المقار الرابع في التجمع النادي الأهلي في الجزيرة كان حق انتفاع من محافظة القاهرة بمقابل النادي الأهلي في مدينة ناصر أردن اشتراها النادي الأهلي نادي الأهلي في الشيخ زيد أردن اشتراها النادي الأهلي نادي الأهلي في التجمع أردن اشتراها النادي الأهلي لو حسبنا احنا زودنا في مساحة الاهل الجغرافية الدئين نهاردة مقارنة بما كان عليه يوم تأسس هنعرف انه الاجيال الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وانتم منها في النادي الاهلي يعني التزمت بالتنمية بتنمية النادي الاهلي وزيادة رقعة النادي الاهلي وهكذا ومنح الفرصة للمزيد من المصريين لان يكونوا اعضاء في النادي الاهلي اما الجماهير فهذا امر المحبة من الله المحبة من الله فعلا جماهير الاهلي تحب الاهلي الى درجة العشق الجماهير الاهلي لا تتعامل مع الاهلي كفريخ يفوز او يخسر او كده او على فكرة انا سعيد جدا النهاردة انه انا موجود معاكم في يوم عيد ملاد النادي الاهلي وكان النادي الاهلي فيه منافستين مختلفتين الاولى في كرة القدم وحقق فوزا كبيرا والثانية كانت في نهاية كأس مصر لكرة اليد والحمد لله ربنا وفق لعيب الاهلي وحققوا المطلوب لكن الحقيقة انه حتى لو خسر لعيب الاهلي بتكتشف انه هم قدموا كل ما لديهم عشان كده انا دايما اقول نحن لا ننتظر لانه المكسب في الرياضة وفي الالعاب الجماعية غير الالعاب الفردية طبعا بيتوقف على درجة من التوفيق وعدم التوفيق ده بيحصل زي ما شفنا في الماتش اللي هو قبل الاخير مع سموحة الاهلي قدم اعظم عروضه على الاطلاق بعيدا عن النتيجة لكن عنصر التوفيق التوفيق ده جزء مهم وإلا ما كانت دراما كرة القدم انك انت ما تعرفش تقول ايه اللي يحصل ما تعرفش الظرف الظروف هتعمل ايه الاهلي قدم افضل مبارياته مرة اخرى افضل مبارياته هذا الموسم امان سموحة وخسر